اسمحولي أفضفض معاك وأتفك معاك بكلمتين عشان بصراحة الأسبوع اللي فات كده كان فيه خبر تسبب لي خانقة الخبر اللي سبب لي خانقة هو أنه أنا لقيت فيه خبر بيقول على مجموعة ما هذه المجموعة اللي ديها فرانشايز أو اللي ديها توكيل بيشتغل في مصر وعنده مجموعة كبيرة جدا من التوكيلات اللي بتعمل في مصر وبتعمل في دول أخرى عربية تقريبا حوالي 9 أو 10 دول عربية 9 غرنة تقريبا يعني أو 8 غرنة بصرف النظر مجموعة كبيرة محترمة مقدرة بالنسبة لنا كلنا جدا ما فيش أي مشكلة واحدة من أكبر المجموعات التجارية المعروفة في المنطقة العربية بأسرها الخبر كان بيقول أنه المجموعة هتبدأ تنسحب من مصر وهتقفل محلتا اللي أنا مستغرب بالنسبة لي أنه الناس هتعاملت مع الخبر على أنه ينهر أبيض إزاي وحالة من حالات الزعر والقلق والتوتر وكأنه يعني في حرب عالمية تلتة هتحصل في مصر وأنه إحنا مش هنقدر نعيش من غير المركات دي الموضوع ده أنا بشوفه بزاويتين زاوية منهم هو لا هو إحنا نقدر نعيش من غير المركات دي عادي خالص لأن إحنا كنا عايشين من غير نفس هذه المركات على الإطلاق قبل 15-16 سنة فاته وما كانش فيه أي مشكلة خالص أدي واحد اتنين إحنا بنتكلم على مركات ليست صناعة مصرية بأي حال من الأحوال يا مركات مستوردة بنتغط بيها على الدولار علشان خاطر نقدر نجيب هذه المنتجات ثلاثة هو أنا ما عنديش في مصر منتج محلي بنفس ذات الكفاءة والجودة لا عندي منتج محلي بنفس ذات الجودة وأفضل كتير كمان خلاص هضرب لك مثلا بسيط من غير ما هقول اسم المركة فيه مركة ما للأحزية مصري 100% أنا شفت صاحب هذه المركة في البرنامج الشهير شارك تانك وبعدين لما شفت صاحب المركة دي هو بيتكلم وبيتكلم مع الشاركس علشان خاطر التمويل وما التمويل والكلام ده فبدأت أدور وراء المركة وبدأت أشوف اللي بيسموها الريفيو كده رأي الناس في المركة الناس اللي استخدمت هذه المركة المصرية 100% مركة أحزية عمري ما هقول اسمها طبعا لقيت الناس بتتكلم عن المركة دي كلام الله ينور حاجة زي الفل يعني بيتكلموا عن جودة مقابل سعر تنافس المنتج المستورد تالت وامتلت طب ما تيجوا نروح نشتري المركة دي ونشتريش المستورد أنا مش عارض ما بنعملش كده ليه طيب لدي يقين حقيقي إنه فيه هناك الكثير من المنتجات المصرية 100% تنافس المستورد وتضربه على عينه وهضرب لك مثل بمصنع موجود عندنا هنا في مصر وبالمناسبة المصنع ده بيصنع جزء فيه واحدة من أشهر مركات العربيات في العالم وبل من أكثرها فخامة بيصنع الاستوانات بتاعة الفرامل طيب استوانات الفرامل اللي بتتصنع في مصر خد بالك بقى اللي في المصنع المصري يعني بالإيد العاملة المصرية بالمهندسين المصريين بالمواد المصرية والخامات المصرية بجودة تصل إلى إنه هذا المصنع يورد للمصنع الأم في ألمانيا وفي النمسا وفي جنوب أفريقيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية الله 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 يعني أنا حتى في صناعات متقدمة في سيارات فخمة وفارهة أنا بعرف أصنعها في مصر وبنفس ذات الجودة بتاعة الألمان يعني من ناحية نعرف إحنا نعرف ثلث ومثلث من ناحية أخرى هو الشيء اللي بيصير حفظت أنا شخصيا مسألة التطلع البرجوازي أو الانجذاب البرجوازي أنا عاوز أجيب المستورد عشان يحصل إيه عشان تبقى فرحان قدام صحابك وده أنا بجيب لبني من المحل الفلاني وبجيب لبنتي من المحل الترتاني ولا علشان أنت عاوز تتفاشخر بأن أنت راجل مقرش مثلا ما ده برضو كلام فاضي أي دولة في الدنيا بما فيها ألمانيا ألمانيا مش إحنا على أعتاب الانتخابات الأمريكية في هذا العام يعني هو أنتوا نسيين الخطوب بتاع دونالد ترامب المستمر والدائم في الانتخابات اللي فاتت أن نعيد أمريكا عظيمة مرة تانية وكان يتحدث عن ضرورة إعادة الاستثمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتصنيع لداخل الولايات المتحدة الأمريكية وإحنا لليه بنصنع برا أمريكا لما ممكن نصنع هنا وأنا عندي التكنولوجيا وأنا عندي الإيد العاملة المهيرة وأنا عندي المهندسين الكف وأنا عندي مش عارف إيه طيب لما كل دول العالم بتتكلم بنفس هذه اللغة الأمريكان بيتكلموا كده الإنجليز بيتكلموا كده الألمان بيتكلموا كده الصينيين بيتكلموا كده وعندهم صناعة عربيات أصبحت فائقة تنافس السيارات الأوروبية والأمريكية كمان بيتكلموا كده إيه لنا وده شيء غريب جدا طيب الزاوية التانية إيه لنا عارف الناس هتتكلم فيها يوسف أنت عارف أنه فيه ناس كتير بتشتغل في هذه المجموعة التجارية فرع مصر تحديد أو المكاتب الموجودة عندنا هنا في مصر وعدت برضو أدور لقيت أنه إحنا بنتكلم تقريبا في حوالي 1500 أو يزيد قليلا 222 موظف إلخ إلخ وبيتكلموا في أنه طيب ما هالناس دي كده هتخسر أشغال وده اللي بيخليني هعود أفكر أعتقد أنه الناس دي لما المجموعة التجارية اللي واخد هذه التوكيلات وظفتهم وظفتهم نظرا لكفائتهم صح؟ جميل بالإضافة أنه أكيد أي شركة محترمة بتستثمر فيه الموظفين بتوعها صح؟ ده أكيد بتستثمر فيهم يعني إيه؟ يعني بتدربهم يبقى أنا عندي تقريبا حوالي 2000 موظف متدربين تدريب جيد جدا هم أصلا على قدر عالي جدا من الكفاءة هل مفروض أنه إحنا هنسيبهم كده في الطل؟ أنا أفترض أنه لأ وأفترض أنه الشركات المصرية الوطنية قادرة جدا أنها تستوعب هذا الكم من الموظفين واللي هم هواش ضخم بالنسبة للسوق العاملة المصرية لكن بالنسبة لهم ده لقمة العيش إذن يبقى الزاويتين بتوعنا إيه؟ واحد لو سمحتوا يا جماعة لو سمحتوا يا جماعة بص على المنتج المصري كويس أنا بقولكش اشتري أي منتج مصري لا اشتري المنتج عالي الجودة خد بالك اشتري المنتج عالي الجودة وأنه ضربت المثل هو مثلا بمركب المركات الأحزائية من غير ما أذكر اسمها ضربت المثل بمصنع بيصنع قطعة مهمة جدا في العربيات الفاخرة إذن أنا عندي منتجات عالية الجودة أزيدك من الشعر بيت وأنا يمكن ضربت المثل ده قبل كده فيه عندنا كان برنامج لطيف جدا أنا شفته بتاع الفنان والممثل الرائع جدا أحمد داودي له برنامج الكنتينر الراجل يا جماعة عمل حلقات على كم مصانع موجودة في مصر أنا تخضيت المركات اللي بتتصنع هنا في مصر مركات ملابس مركات أحزية مركات مش عارف شنط مركات إيه إلخ إلخ كل دا بيتصنع في مصر بإيد المصريين بالمواد الخام المصرية بس الاتفاقات بتاعة هؤلاء المصنعين الأصليين من بره المركات بتعبرت لكل دا للتصدير لكن المبهك في الموضوع إنه الإيد المصرية قادرة على إنها تطلع لي منتج رفيع المستوى إذن هنعمل إيه هنا بقى التفكير هنعمل إيه علشان أقدر أدعم الشركات المصرية اللي يمكن ما بدأتش رحلة التصدير بتاعتها علشان تقدر تعمل اكتفاق من دخل السوق المحلي تقدر تكفي طلبات السوق المحلي هبقى من ناحية بشجع منتج مصري وبقوي الشركات المصرية وبالمناسبة دي شركات بتعمل براند يعني بتعمل مركة بتعمل نوع فيبقى أنا عملت كده اتنين أنا ساعدت على إيجاد فرص عمل تلاتة أنا قللت الضغط على العملة الصعبة أربعة أنا هشجع على إنه في وقت الملوات أقدر أصدر يبقى في عندي براند كبير ملء السمع والبصر يبقى موجود في المنطقة العربية يبقى موجود في أوروبا يبقى موجود في أمريكا ويبقى موجود في أسيا إلى آخره إيه المانع طيب هل ده محتاج دراسة طبعا محتاج دراسة ومحتاج عمل ومحتاج جهد بس في شركات قائمة تعالوا نجيب أصحاب الشركات القائمة فائقة الجودة أو المتميزة في جودتها ونقعد معهم ونشوف إيه الطلبات نقدر نساعدك إزاي هل أنا محتاج على بعض الحاجات أحط رسوم إغراق نعمل كده إذا كنت محتاج ذلك طب لو مش محتاج ذلك أدعمك إزاي وساعدك إزاي نشوف الحل اللي نقدر نعمله للاستعانة بالألفين الموظف اللي موجودين في المجموعة التجارية عشان خاطر أقدر أوزعهم أشغالهم دي مالهم من كفاءة وبالتأكيد هم ناس كفء عشان الناس دي برضو ما تخسرش لقمة عيشها لكن حالة النحيب هنعيش إزاي من غير كذا شركة بيع المصنوعات وعندها حاجات حلوة قوي المحلة عندها حاجات حلوة قوي أنا أقول لكم حاجات بس اشتركات ملك الدولة ملك قطاع الأعمال بالمناسبة يعني عشان ما تحطش تحت طائلة إن ده إعلان يعني لأ ده احنا عندنا حاجات كويسة بس احنا غويين المنظر التطلع البرجويس اشتركات ملك الدولة